تعالوا نروح لي The Best والحقيقة The Best باست دا كان عصير بقى مش كده بس باز بقى لان الحقيقة المسابقة بتاعت انبارح لا انا بتكلم عن المسابقة هي اللي بازت المسابقة بتاعت انبارح حقيقة والله مش عشان صلاح مكسبهاش بس في حاجة كتير فيها مش مفهومة يعني لما تيجوا تعملوا موازنات وتعملوا كده مواءنات اعملوها بشكل مقنع يعني ماشي النتيجة انبارح طلعت انه ليفندوبيسكي هو The Best اول لاعب يحصل على التصويت الاكبر نمرة اثنين ميسي نمرة ثلاثة محمد صلاح ماشي ازاي نمرة ثلاثة احسن ثالث لاعب في العالم وفقا لكلامكم احسن ثالث لاعب في العالم ما يبقاش موجود في التشكيل المثالي لعام 2021 فهموا هالي عشان انا مفهمش انتوا بتقولوا انه فيه لعيبة هو وفقا لتصويت الناس واختياراتنا كمؤسسة مؤسسة ده احسن ثالث لاعب في عالم في عام 2021 رقم ثلاثة على مستوى العالم طيب حلو طبص بقا على التشكيل المثالي اللي انتم جبتوه صلاح مش موجود فيه مش موجود خالص طب بلاش عشان احنا متحيزين لابننا المصري ونجمينا ماشي ادوارد مندي ادوارد مندي حارس مرمى السنغال اللي انتم بارح اديتوه لقب افضل حارس مرمى في العالم انتم اديتوه the best على مستوى الجول كيبر بص في التشكيل المثالي مش موجود ما اذا كان اللي مش عارف المتكلم مجنوني يبقى المستمع عائل ولا المستمع مجنون يعني من المهم لازم حد يبقى عائل ولا تبقى شلت مجنين في بعض احسن حارس مرمى في العالم وفقا لاختياركو مش موجود في التشكيل المثالي وثالث احسن لعب في العالم وفقا لاختياركو مش موجود في التشكيل المثالي عرستي فاهموهالي عشان انا يمكن عقلي على قدي في الكرة لكن في النهاية في النهاية دي كلها مجاملات وتربيطات ومواقمات وحاجات كلها اخرها قاد كده ما بحبهاش وانا اتمنى ان هذه النتيجة لا تؤثر ابدا 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 على نفسية نجمنا محمد صلاح خصوصا ان هو بيقود منتخبنا وهو كابتن منتخبنا وعنده مباراة مهمة جدا جدا مع المنتخب المصري بكرا ان شاء الله امام الشقيق السودان في ختام مباريات المجموعة وانا متأكد ان الثقافة وعقلية ودماغ محمد صلاح مش هتتأثر بالكلام ده لانه عارف كويس قوي الجواز دي بتتعمل ازاي وبتتزبط ازاي وبتتوائم وبتتوازن ازاي وانا بقول لمحمد صلاح اهولا وسامعني انت ذا بست يا محمد انت عندنا ذا بست مش عشان احنا مصريين ومن دم واحد ومش عشان احنا عرب ومش عشان احنا بنحبك لانك ابن نجريج وابن البلد فيش كلام من ده انت عندنا ذا بست لانك تستحق ان تكون ذا بست انت عندنا ذا بست لانك تستحق ان تكون ذا بست أنت بما تقدمه لبلدك ولنديك ليفربول خلال هذا العام أنت تستحق أن تكون الأفضل في العالم وأنا عجبني قوي تصريحه لما كان بيعمل حوار مع الزميل عمر أديب من شهرين كده تقريبا ساعة لما عمر كان بيسأله على فكرة الكرة الزهبية ومين وانت ولا ميسي ولا رونالد ولا كده الحقيقة صراح أجاب إجابة تنم عن عقلية مؤسسية أن صلاح ده مش مجرد لاعم ده مؤسسة قال له بص كل اللعيبة الأخرى نجوم وكلهم أفزاز وكلهم مهارات وكلهم إبداع بس أنا جوايا أنا أحسن واحد في الدنيا أنا مقتنع بكده ومؤمن بكده وبشتغل على كده ودي ثقافة التميز وثقافة الوصول إلى القمة كيف تصل إلى القمة أن أنت تفكر زي ما بيفكر بو صلاح كده من جواك لازم أولا أنت بقى مؤمن بنفسك ومؤمن بقدراتك وعارف أن أنت صح وعارف أن أنت لازم تشتغل طول الوقت عشان تبقى رقم واحد وتبقى الأفضل أؤمن بده هتوصل لده لكن لو سمعت للكلام بتاع المشككين والمهبطين والمشوهين والكذبين وإله 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 هتفضل طول الوقت ملتفت للفوضى دي ومش هتركز فيه اللي المفروض تعمله أنت محمد عندنا رقم واحد لأنك تستحق وبإذن الله بكرة وفي البطولة الأفريقية تثبت قد أنت مهم من منتخبك والفريقك وبإذنك لله كمان السنة الجاية تحصد كل الجوائز العالمية رغم أنف المواعمين والمزبطين لهذه الجوائز بكرة ماتش مهم وعشان تمقوا متطمينين شوية مش عايز أهبط يعني المعنويات لكن عشان تمقوا متطمينين شوية بكرة الفوز أو حتى التعادل يكفينا لأتاهل إلى الدور الستاشر كثاني المجموعة طبعا صدرت المجموعة خلاص محسومة لنيجيريا لأن انت حتى لو كسبت بكرة وصلت إلى ست نقاط وغنيا بساو كسبة نيجيريا حيظل نيجيريا هتتفوق علينا بالمواجهات المباشرة لأنهم كسبونا واحد صفر في المباراة الأولى لشاهدة الكنافة اللي عملها كيروش فبالتالي احنا أقصى أحلمنا ان احنا نصعد تاني مجموعة فالفوز بأي نتيجة بكرة أو حتى التعادل سلبي أو منتخب السودان يضمن لنا التأهل ثاني المجموعة لأن غنيا بساو لو كسبت هتب أربع نقاط وإحنا لو تعادلنا نبقى أربع نقاط المواجهات المباشرة إحنا كسبنا غنيا بساو المطش اللي فات واحد صفر بعدها في محمد صلاح فبالتالي التعادل يكفينا جدا لحسب بطاقة التأهل كثاني المجموعة وساعتها ننتظر بقى الخلطبيطة اللي موجودة في مجموعة الجزائر وكود بوار وغنيا الاستوائية وسيراليون مجموعة أي حد فيها يوم الخميس أي حد فيها ينفع يبقى الأول أي حد فيها ينفع يبقى الثاني أي حد فيها ينفع روح مجموعة في منتهى الغرابة اللي خلقها ربنا يكفينا أنا أقول لكم دلوقتي وفقا للترتيب الحالي الجزائر بعبع القارة في المركز الأخير الرابع بنقطة واحدة لو خسر أو تعادل يوم الخميس يخرج برة ولا حتى يلحق أحسن التوالد شيء في منتهى العجب شيء في منتهى العجب لو كسب كوندفوار بفارق أكتر من هدفين أكتر من هدف يعني كسب 2-0 أو أكتر وغنية عدلت يبقى الثلاث فرق أربع نقط ساعتها تتشنل مواجهات المباشرة وتتشنل فارق إلى الهداف فالجزائر ساعتها طلق بقول لكم مجموعة عجب محتاجة في سغورس بتاع الهندسة الفراغية يجي شرحانها لكن كرة القدم علمتنا ان انت متبصش للآخرين بص لنفسك اكسب بكرة واضمن التأهل واعمل أداء كويس يديك انت نفسك يا منتخب مصر ثقة ومعنويات عالية ويدين احنا كمصريين ثقة فيك ان انت تقدر تكمل وبعد كده اللي عايز يكسب البطولة مضطر انه يقامل أي حد ويكسبه قصة سهلة وبسيطة ثق في الله وثق في نفسك والباقي ان شاء الله التوفيق يبقى حليفك وصاحبك فيه